من طهران إلى بندقية المقاومة في غزة وضع شهيد القدس قاسم سليماني بصمته في مختلف المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية حيث دعم مقاومتها بالسلاح والخبرات وهو ما أكدته رسالة كان قد أرسلها سليماني قبل استشهاده إلى محمد الضيف القائد العام لكتاب القسام الشهيد قاسم سليماني جنرال المقاومة والدعم الرئيس للمقاومة على أرض فلسطين وفي المنطقة ولأجل ذلك فإن استشهاده مثل خسارة كبيرة لفلسطين وللمقاومة كان له بصمة واضحة في دعم المقاومة الفلسطينية بالتدريب والمال والسلاح وأيضا كان له بصمة واضحة في رفع المقاومة الفلسطينية ومدها بكل مجال الإمداد العسكري الدعم الكبير الذي قدمه الشهيد سليماني لم تقتصر آثاره على الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية فقط فعلى مدار السنوات المواجهة مع الاحتلال ترسخت آثار هذا الدعم في وعي المواطن الفلسطيني الشهيد قاسم سليماني إنما نستذكره نستذكر القدس ونستذكر الشهيد الذي دعم والذي وجه البوصلة الحقيقية نحو القدس قاسم سليماني ما هو مرهوب وممنوع عن كل دول العالم كما بالنسبة إليه هو الواجب هو هذا الواجب هو الذي جعل قاسم سليماني على رأس الاستهداف الأمريكي ويعد استشهاد الفريق قاسم سليماني مطلع العام الحالي حلقة في مسلسل استهداف محور المقاومة محور تؤكد الفصائل الفلسطينية أن النصر حليفه طال الزمان أم قصر الدور الكبير الذي لعبه الشهيد قاسم سليماني في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام ومقاومتها بشكل خاص أسس لمرحلة قادمة ستجعل من محور المقاومة أكثر قوة في مواجهة مختلف التحديات أحمد شلدان غزة الميادين